لنحو ما يقرب من مائة عام وسياسة الجماعة الإخوانية وتنظيمها الإرهابي لم تتغير إذ تتخذ سياسة القراهية تجاه المجتمع ونجاحاته والتشكيك في إنجازاته منهجاً أساسياً لها في كل مراحلها ولأن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة كان طموحاً كبيراً وإنجازاً استحال تحقيقه لسنوات طويلة حتى نجحت الإدارة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إنجازه لكن لم يكن أباليس الجماعة ببعيد عن المشروع وتنفيذه فبدأوا بسياسة التشكيك والتعجيز والتكذيب وأطلقوا ألسنة الخداع والكذب فطارة يراهنون على فشل الحكومة وأخرى يراهنون على صعوبة التمويل وثالثة على صعوبة التخطيط ورعونة التنفيذ والاضطرابات الاقتصادية ولكن خابت رهانات الإخوان ونجحت الدولة ورغم أن الإنجاز ناطح في أحلامه أهرامات الجيزة القديمة والتخطيط له غرى من السفر هرباً من التلوث الخانق في القاهرة المزدحمة غير أن الجماعة الإرهابية لا تتوقف عن إطلاق الأكاذيب وتشويه الحقائق الإنجاز الكبير بات أدنى من قاب قوسين ضم في تخطيطه أكبر مدينة فنية وثقافية وأكبر مدينة دكية وأكبر مدينة رياضية في الشرق الأوسط وأكبر دار أوبرا وأطول بورج أيقوني في إفريقيا ومطار أكبر من مطار هثرو في لندن وترق تنتشر على جانبيها الأشجار بأطوال تتجاوز عشرة آلاف الكيلومتر في مارس من عام 2017 أي قبل أقل من سبع سنوات تم الكشف عن المشروع الكبير في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي حيث حث الرئيس السيسي آنذاك المستثمرين على المشاركة في بناء المشروع وإنجازه الخطة الكبيرة لاقت وقتها ترحيباً ليس كبيراً وطالتها شكوك حول كيفية التنفيذ في تلك المدة لكن انقضت الأيام والليالي وأصبح الحلم حقيقة وصار المصريون على مشارف مدينة جديدة على مساحة 700 كم مربع أي ما يعادل مدينة غفورة وتضم 1.1 من 10 مليون وحدة سكنية وتخلق 1.75% من 100 مليون وظيفة جديدة ترجمة نانسي قنقر